أوروبياً التقى الرئيس الفرنسي مع المستشار الألماني وهذا اللقاء جاء بعد أن توطرت العلاقات الفرنسية الألمانية توطرت إلى حد كبير إلى درجة أنها جعلت من ماكرون قبل أيام أن يهاجم ألمانيا ويقول على هامش قمة زعامات دول الاتحاد الأوروبي في بريكسل الأسبوع الماضي أعتقد أنه ليس من الجيد لألمانيا أو أوروبا أن تعزل برلين نفسها والحقيقة أن مجموعة دول الأوروبية انتقدوا في العلن أو في السر منهم حتى من هاجم ألمانيا وطريقتها في إدارة أزمة الطاقة لماذا؟ لأن ألمانيا قررت أن تعطي أكثر من 200 مليار يورو إلى شركاتها لمواجهة أزمة الطاقة وهذا اعتبر عند الأوروبيين من أنه يفسد المنافسة بمعنى أن ألمانيا تقدم حوافز وتخفيف من سعر الطاقة لشركاتها فبالتالي تستطيع هذه الشركات أن تكون في وضع أحسن وتكون في وضع منافس أحسن من الشركات الأخرى وهي الحقيقة أن الشركات الألمانية أصلا تعتبر في وضع أفضل نتيجة لما يعرف عن الصناعة الألمانية من إتقان هذا كان من بين القضايا التي كانت وطرت العلاقات ما بين الأوروبيين وبعض الأوروبيين وألمانيا ولكن خاصة مع فرنسا وكان أيضا مشكل آخر وهو مشكلة تسقيف أسعار الغاز في حين أن كثير من الدول الأوروبية دعت إلى تسقيف أسعار الغاز فإن ألمانيا قالت لهم لا نخلوا قضية الأسعار هكذا وهذا يضعف خاصة الدول الأوروبية التي اقتصادها أقل بكثير من ألمانيا يضعفهم كثيرا لأن ألمانيا في النهاية ستدفع أعلى سعر للغاز وستأخذ كل الكميات التي تريدها في حين أن هناك دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا مثل إسبانيا مثل هؤلاء مثل بلجيكا هؤلاء اقتصادهم لا يوازي حتى فرنسا هؤلاء اقتصادهم بعيد يعني من حيث المنافسة والحجم على ألمانيا فكانوا منزعجين من الألمان وربما على هذا استقبل ماكرون استقبل شولتس لكي يحلوا هذه المشاكل ويقولوا للألمان ليجب أن لا تكون لكم سياسة وحدكم يعني هذا يضر بالاتحاد الأوروبي والحقيقة أن ما يزعج فرنسا دائما دائما تاريخيا ما يزعج فرنسا هو ألمانيا يعني فرنسا لا تزعجها بريطانيا ولا اسبانيا ولا إيطاليا هؤلاء كلهم يزعجوها في حدود معينة لكن العزعاج الحقيقي هو دائما من ألمانيا تاريخيا ثلاث أكبر حروب في المئة وخمسين سنة الماضية حرب الـ 1870 و 1871 حرب بروسيا أي فيما بعد أصبحت ألمانيا بعدما توحدت ألمانيا هزمت فرنسا هزيمة نكرة ثم هزمت ألمانيا هزمت فرنسا في الحرب العالمية الأولى هزيمة نكرة وفي الحرب العالمية الثانية هزيمة أشد إلى درجة أن في بضع أسابيع انهارت فرنسا ودخل هتلر باريز ولذلك في الخلفية وفي العقلية الفرنسية ينتبهون جيدا لألمانيا أكثر من روسيا أكثر من بريطانيا أكثر من أمريكا هذا قاع معهم يعني العلاقات قد تتوتر لكن ما تروحش للحدود لرحلة ألمانيا ولذلك الفرنسيين منزعجين من هذه الطريقة التي رأي ألمانيا تدير بها الأمور خاصة مع ما يحدث في أوروبا من قلاقل والحقيقة أن حرب بوتين على أوكراني أحتفت قلاقل في أوروبا لم يكنوا يتوقعوها ولم يكنوا يعتقدون أنهم بعد الحرب العالمية الثانية يجدوا أنفسهم في حالة من التوتر ومن القلق ومن ارتفاع الأسعار ومن التضخم ومن مرات من الخلافات ما لا نسمعه من الخلافات بينهم أكثر بكثير مما نسمعه بضوعة الحال لأنهم يريدون أن لا يكون هناك لأن لو تنفجر خلافاتهم علنا فهذا ليس فقط سيفيد بوتين وزعيم الصين وتركيا وإيران وغيرها ولكن أيضا قد تستفيد من الولايات المتحدة لتضع يدها أكثر فأكثر على القرى الأوروبية والحقيقة أن بوتين ساهم من حيث لا يشعر أو يشعر في عودة الأمريكيين وبسط أيديهم إلى درجة أن بعض الأوروبيين يتحدثون عن نوع من الاحتلال لأوروبا فمثلا الأمريكيين يبيعون الغاز الآن بأربع مرات ما كانت تشتريه أوروبا من الروس سعر أربع مرات الأمريكيين الآن يبيعوه إلى الأوروبيين هذا يضعف بطبيعة الحال الشركات الأوروبية وبالتالي تستفيد أمريكا في قضية المنافسة لأن شركاتها في وضع أفضل وأشياء أخرى مثلا أمريكا الآن أيضا تقود المجهود العسكري والحربي وتفرض على الدول كل الدول الأوروبية ما يجب فعله وما لا يجب فعله والدولة اللي متوافقش يبدأ الضغط عليها بشدة بما فيها ألمانيا بالمناسبة في البداية كانت ألمانيا الشدة للعسام الوسط لأن كان عندها عارفين أن عندهم مشكل كبير تعلق الغاز وكانوا يشتروا الغاز رخيص جدا من روسيا لكن ألمانيا الآن انضمت وهذه تبعث الآن في منظومات دفاعية متطورة جدا وراهي تدرب في الأوكران وهذا كله نابع من الضغوطات الأمريكية وإلى حد ما بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا بطاعة الحال في موضوع آخر ليس بعيدا أو يعني ليس بعيدا على قضية الطاقة ما زالت قضية الموقف السعودي والأمريكي ما زال بيناتهم اتهامات متبادلة الأمريكيين يهدوا في السعوديين باللي يعقبوهم والسعوديين يقولوا نحن لم نقم في قضية تخفيض البترول مليونين برميل كما عرفنا قبل حوالي أسبوعين يقولوا نحن ما قمنا به هو لأسباب اقتصادية وليس سياسية الأمريكيين تهمهم بل بالعكس تريدون التدخل في الانتخابات النصفية التي رأيه يوم 8 نوفمبر وما زالت بيناتهم المشاحنات لكن السعودية التي تخفف من هذه المشاحنات لأن أمريكا تهمتها بأنها بتخفيض الإنتاج سيرتفع الأسعار وهذا يصب في صالح بوتين وبترول بوتين فقامت سارعة السعودية إلى دفع 400 مليون دولار قبل حوالي عشرة أيام لما كانت الأزمة مع أمريكا في عز أو رجل 400 مليون دولار دفعوها للأوكران في الحقيقة الأوكران لا يحتاجون المال السعودي لأن المال الغربي يدفع الأوكراني بشكل كبير صحيح الأوكران مظلومين ولكن ما هونش بتلك الحاجة للمال السعودي كان هذا المال أولى به الجوعة في الصومال ملايين أولى به الجوعة في اليمن اللي دمرته وطنهم شاركة السعودية ودولة المسخ في تدمير اليمن وإخراجوا من التاريخ نهائيا طبعا هناك دور إيراني قدر أيضا هناك لكن الدور السعودي والإماراتي هو الأبشع هذا 400 مليون دولار كان أولى بها الشعب السعودي اللي أيضا الشعب السعودي الملايين منه في الحقيقة يعانون مرارة العيش لكن دفعهم دفع بن سلمان 400 مليون دولار لأوكرانيا كان تخفيفا من الهجوم العنيف لشنو علي الأمريكيين ولكي يظهر من أنه ليس قريب من الروس وهاه يدفع 400 مليون دولار إلى الأوكران ما زالت إذن المناوشات بيناتهم قائمة وهذا منضوع بكل تأكيد خاصة إذا فازت ديمقراطيهم نستبعد أنهم يفوزوا لكن إذا فازوا وبقاهم المسيطرين على غرفة النواب وأيضا سيدري عامل الشيوخ فإن السنتين القادمين رح يكون فيها مرارة حقيقية لبن سلمان ربما يذهب بهم الوضع إلى الإطاحة به وأما إذا عاد الجمهوريين فإن بن سلمان حيتنفس قليلا لكن مع ذلك بالنسبة للديمقراطيين لن ينسوا أبدا أنه ضربهم بخنجر كما يقال من الخلف لأن الاتفاق لما راح بايدن في الصيف اللي فات أعتقد في جوان وفي جويليا إلى السعودية كان أساسا باش سعودية تبقي البترول تنتج أكبر كميات ممكنة حتى لا ترتفع أسعار البترول ووعدوهم بذلك لكن بن سلمان يبدو لحسابات خاصة لعودة الجمهوريين أقدم على هذه الخطوة الأمريكيين طبعا ردوا عليها بخرج 15 برميل من الاحتياط الأمريكي باش ما ترتفعش الأسعار وفعلا حد الآن ما ارتفعش الأسعار لكن اللي سعد الأمريكيين بطريق غير مباشر هم الصينيين لأن الصين فيها مشاكل وفيها غلق للكوفيد وبدأ وكأنها تتجه إلى لاريسيسيو إلى الكساد وإذا كسد الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم فطبيعي أن يكون استهلاك البترول أقل بكثير لأن الصين تشتري كمية هائلة هي أكبر مشتري للبترول في العالم هي الصين كانت بكري أمريكا لكن أمريكا الآن عندها تنتج كميتها إلى من البترول وإذا عدنا أيضا للمنطقة فاركم تراقبوا تلاحظوا من أن فيه مازال الهجوم الأوكراني على خيرسون ومازالة المعارك مشتدة هناك وإن تباطأ هذا الهجوم الأوكراني في خيرسون نتيجة قالوا للسحاب وللأجواء الماطرة هناك وبداية البرد ولماذا يتباطأ؟ لأن في الحقيقة الأوكراني يعتمدون على الإحداثيات وعلى الصور وعلى الفيديوهات اللي يعطيها لهم الأقمار الصناعية الغربية عن تواجد القوات الروسية يحددون لهم أماكنها فالأوكراني هذا يسهل مهمة القصف والإصابات بحيث تكون إصابات دقيقة والمناسبة لحد الآن كنت نقرأ أمس في مقال من جهة تبدو مستقلة فيه مقتل ما يقارب ما يقارب من ستين جنرال روسي لحد الآن سوف نرى عندي الرقم ربما نوريه لكم ولما العدد هائل من كبار الجنرالات قتلوا وإضافة إلى مئات من كبار الضباط والحقيقة عدد هائل من الروس قتلوا طبعا روسيا لا تعطي الرقم الحقيقي أوكرانيا أيضا لا تقدم الرقم الحقيقي لقتلها لكن كلا البلدين الرغم يتفعوا في ثمن كبير جدا في الأرواح يعني المعدل خبراء كثيرين يتابعون قلت معدل قتل في أوكرانيا هو في حدود ما بين 300 إلى 400 يوميا من الطرفين وتقريبا خمسة أضعاف هذا العدد من الجرحة هذه نسب مرتفعة جدا يعني في مئات يوم فقط لو اخذينا الآن رانا في 200 يوم تقريبا فتنا المئتين يوم في الحقيقة اليوم بالمناسبة أول أمس هو تخلنا في شهر تاسع أو الشهر كم لا تخلنا في شهر الثامن يعني شهر الثامن يعني أنا مجاوزين المئتين يوم رانا نتكلم على الآن من الطرفين قد يكون أعداد الجرحة والقتلة بمئات الألف ربما في حول 300 ألف قد يكون منهم 220 أو 230 ألف من الجرحة والباقي قتلة هذه نسب هائلة وتضر كلا البلدين اللي هما أصلا عندهم مشكل ديمغرافي في روسيا وفي أوكرانيا عندهم مشكل ديمغرافي الأوروبيين البيض من الروس إلى الأوكران إلى الطليان إلى البريطانيين إلى الآن ما يحبوش يجيبوا أسر فيها أكثر من واحد أو اثنين وكاين اللي ما يحبوش يتزوجوا أصلا ولذلك عندهم مشكل ديمغرافي مشكل رهيب ورهيب جدا في أوروبا عموما ولكن خاصة في روسيا ولذلك كان بوتين قدم أموال للأسر اللي يجيب أكثر من ثلاث أطفال واربع أطفال يعطوهم ديزالوكاسيون يعني تقدر تقريب تسوي أجر مش يشجعوهم على الإنجاب ولكن في الوقت اللي كانوا يشجعوا على الإنجاب راح تخل بوتين في هذه الحرب فإذا بي الآن عشرات الآلاف قتلوا وجروحوا ربما أكثر من ذلك إضافة إلى مئات الآلاف اللي يفروا من البلاد حتى لا يتم تجنيدهم لكن القضية الأكبر اللي راهي شغل العالم وراهي في شكل مشاحنات واتهامات هي قضية القنبلة القذرة بداتها طبعا روسيا حديث على أن أوكرانيا ستقوم بتفجير قنبلة قذرة وكثرت من الحديث عليها ثم بدأ وزير دفاع الروسي يتصل بالأمريكي والفرنسي والتركي والروسي والهندي البارح اليوم ويقول لهم أن أوكرانيا يقينا ستقوم بتفجير قنبلة قذرة أي قنبلة خليط من القنبلة تكون فيها الإشعاعات والموضوع العادي يعني البرود أو التفجيرات العادية لكن الغرب رد بأنه ليس فقط لا يصدق روسيا فيما تقوله وإنما الآن بدأ الحديث على أن روسيا قد تقوم ما يعرف بالفولس فلاغ أوبريشن عملية مزيفة وش معنى الفولس فلاغ أوبريشن هذه؟ بمعنى حنا صارت في الجزائر وصارت في عدة الحقيقة في تسعينات بمعنى أن روسيا هي التي تقوم بتفجير هذه القنبلة القنبلة القذرة ثم تتهم بها أوكرانيا لكي يكون لديها مبرر لاستخدام سلاح نووي ضد الأوكران ولماذا؟ لأن بوتين يخسر في المعارك التقليدية ولأن السلاح الغربي يتراكم الآن ويتزايد نوعية وكمية للأوكران اليوم صرح وزير الدفاع الأوكراني قال وصلتنا أسلحة كانت ممنوعة عنها حتى قبل أسابيع الغرب كان يمنع فيها علينا خاصة قضية المضادات الجوية ولكن أيضا السواريخ والتي تكون مداها أكثر من 100-120 كم فمزيد من الأسلحة عددا ومزيد من الأسلحة ذات النوعية الأفضل فهذا بالنسبة لبوتين مزعج بوتين اليوم يعتمد أساسا أو يعتمد في حد كبير منه على الأسلحة الإيرانية سواريخ وطائرات الكاميكاز طائرات الكاميكاز الإيرانية رهي 400 طائرة حسب الأوكران قالوا لحد الآن تم تفجير 400 طائرة كاميكاز إيرانية في مواقع مدنية وعسكرية أوكرانية أي أن الروس سلاح رئيسي اللي يعتمد عليه الآن هو الكاميكاز الإيراني الطائرات بدون طيار إيرانية وبوتين يجد صعوبة المرة الماضية لما قلت هذاك بعض أخوان نبعثوا لتعليقات قالوا لا لكن الروس هم اللي يصنعوا السلاح نعم الروس يصنعوا السلاح بطائرة الحال لكن الروس يعتمدون في الأسلحة شديدة التعقيد سواريخ شديدة التعقيد خاصة يعتمدون على قطع تكنولوجية من الغرب خاصة الرقائق الإلكترونية هذه السيميكوندكتور إلى آخره أي أنها تلك الرقائق الإلكترونية المتطورة جدا والتي هي مستخدمة في الأسلحة الروسية هذه لا تنتجها روسيا ولا تنتجها الصين بالمناسبة لأن الغرب عمل عملية احتكار لأنهم عارفين والذي يتحكم في هذه القطع يقدر يتحكم في السوق السلاح العالمي وهو الروس لحد الآن هو يستخدم موش كان عنده مسلاح الآن يقدر ينتج ورهم ينتجوا في سلاح آخر والمصانع السلاح في الروس ستنتج لكن ستنتج في سواريخ بنوعية أقل وبطائرات بنوعية أقل لأن بعض المكونات شديدة التعقيد خاصة في المجال الإلكتروني وتكنولوجي الغرب منحها في المطلق عليهم شراءوا شوية من سوق السواق هذه السوق السوداء إلى آخر لكن ما يقدرواش لأن القضية تتعلق بمصانع السلاح كثيرة عموما الروسي اليوم بوتين اليوم باشي خوفهم أيضا حضر إلى مناورات مناورات كبيرة وهذه المناورات خلينا نشوفوين وقد قال بوتين في كلمة القاة خلال اجتماع رؤساء وكالات الأمن في رابط الدول المستقلة إن العالم يتغير نحو عالم متعدد الأقطاب إلى آخر لكن خلينا نشوفوا الموضوع اللي متعلق أساسا بالتدريبات الرضع النووي قالت وزارة الدفاع الروسية نبوتين شهد تدريبات لقوات الرضع النووي الاستراتيجي شملت محاكاة توجيه ضربة نووية مكثفة رد على قصف ساروخي من جهته قال الكريملين إن السواريخ التي أطلقت خلال التدريبات أصابت أهدافها وأوضح أنه استخدم قاضيفات استراتيجية خلال التدريبات أي أن الروس قاموا بمناورات ولكن هذه المناورات الآن بوتين هو المشرف وحاضر والصور المليئة في التلفزينات الروسية وتلفزينات المواقع القريبة منه من أنه يشرف شخصيا على تدريبات وتدريبات عسكرية خاصة النووية قرأتي راسخة أنه احتمالات كبيرة جدا أن يقوم بالفعل بوتين باستخدام سلاح نووي تاكتيكي في اللحظة اللي يشعر أنه ينهزم وأن أوكرانيا تتقدم وتحتل أو تعيد خرسون لها ولوغانيسك والمناطق الأخرى زبروجيا إلى آخره في اللحظات اللي يخسر فيها الأراضي اللي يضمها من أوكرانيا أعتقد أنه في لحظة خوف وجنون في نفس الوقت قد يستخدم أسلحة نووية تاكتيكية وأظن إذا ما فعل ذلك فإن إلا إذا منعوه كبار المسؤولين الروس لأنهم يعرفوا والأمريكيين بعثوهم بصريح العبارة اليوم أيضا تكلم عليها الأمين العام لنيتو قالوا لهم سيكون الرد كما لم تتوقعوه أبدا والآن فيه كثير من الجهات الاستخباراتية اللي تكتب في مواقع أو الخبراء يقول لك أن العالم الغربي واضع أغلبية سواري قمار صناعية والجواسيس انتاعوا لفقط متابعة السلاح النووي الروسي لكي لا يخدعهم بوتين باستخدام أسلحة نووية خاصة استراتيجية قبل أن يتفطنوا لذلك لكن ممكن جدا يخلوه يقدم على استخدام طائرة على استخدام سواريخ تاكتيكية هيكون قدرة تدمير انتاعها محدودة يعني في حدود ممكن ألف كيلومتر مربع أو ألفين كيلومتر مربع وعندما يقوم بذلك يقومون بقصف قصفا نهائيا داخل أوكرانيا داخل البحار اللي فيها البوارج الروسية البحر الأسود العدرياتيكي والمحيطات إلى آخر يقومون بتدمير السلاح البحري وهو سلاح قوي بالمناسبة السلاح البحري الروسي وربما أيضا يقومون بضربات داخل روسيا فيدمرون السلاح النووي لأن بالنسبة إليهم هذه قضية فيها شلعي وبدأتهم أيضا خطاباتهم ترتفع وتعلو وقالوا له ما فيش نقاش تستخدم النووي سيكون الرد كما لم تتوقع أبدا ما قالوش سيكون الرد نووي لكن خلاوها حتى في المبهم كما لم تتوقع أبدا طبعا هذا إذا استخدم سلاح نووي أيضا سيضعف علاقاته بشدة مع الصين ومع الهند ومع دول أخرى رأي يعتمد عليها بشكل أو بأخر لأنهم يعرفون في هذه الحالة أن العالم يتجه إلى كوارث وأن السلاح النووي إذا ما استخدم سيكون كارثة على الجميع إذن ما زالت فيها أخذوا رد ولعل البعض منكم تابع أن ربما هذه الخصولها جزء لأن هذا موضوع مهم جدا لكن فقط خلينا نذكر لكم وهو أن الأمريكيين أصدروا مؤخرا الأمريكيين أصدروا قبل أسبوعين فقط أعتقد ما عرفها بوثيقة وثيقة استراتيجية للأمن القومي الأمريكي وتأخرت هذه الوثيقة لأن كان مفروض تصدر في 2021 إلا أنها تأخرت عام ونصف وهذه الوثيقة تضع وأنصح الناس خاصة المهتمين بالقضايا والمتابعين لها أن يقرأوا خاصة طلبة في العلاقات الدولية وفي السياسة عموما وعموما المهتمين أن يقرأوا رأي في 48 صفحة يقرأوا ما يعرف بالوثيقة الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي ملخصها كما قلت ربما ما يجي وقت ونتكلموا عليه بشكل أوسع لكن ملخصها أنها لما جات تضع التحديات قالت أنها أمام ثلاث تحديات رئيسية ما هو التحدي الأول؟ التحدي الأول تمثله الصين وهو الأكبر والأكثر خطورة حيث تمتلك النية وبشكل متزايد على إعادة تشكيل نظام الدولي لصالح نظام يمين لصالح الصين إذن هي الخطر الأكبر والأكثر جدية الخطر الثاني روسيا التي تزعزع السلام في أوروبا وتؤثر على الاستقرار العالمي وتهدد باستخدام الأسلحة النووية الخطر الثالث التحديات العابرة للحدود كالأوبئة والتغيرات المناخ والإرهاب وهذه باش نقولها لمافيا اللي في الجزائر مافيا العسكرية كانت الخطة الاستراتيجية الأمريكية كل ما يخرجوها كل بضع سنوات كان كل ما ينشروا عن هذه الخطة الاستراتيجية السنوات العشرين اللي فاتت كان يجي الإرهاب هو الأول أكبر خطر وتحدي هو الإرهاب عندهم ولذلك خاضوا ما سموه بالحرب العالمية على الإرهاب لكن هذه الخطة الآن وإذا كنت قلت وأشرت بها للمافيا اللي رأي في البلاد قلت لهم خلاص ما تزجت أكلوا الخبز بقضية الإرهاب لماذا؟ لأن في الدول الغربية انتبهوا وشافوا بأن في الوقت اللي كانوا يحاربوا في الإرهاب كان الروسي والصيني يكبر في قواه العسكرية والاقتصادية ويتوسع وهذا على حساب الدول المسيطرة الدول الغربية أمريكا أساساً أمريكا لا تريد أن تفقد السيطرة على هذا العالم لأنها مستفيدة من السيطرة فهي النظام الأعظم والأقوى الآن وتريد هذا ليبقى إلى الأبد بينما الصين وروسيا ودول أخرى بطبيعة الحال تريد أن تزحها وأن تنشأ النظام بمتعدد الأخطاء لكن في هذا الوقت اللي كانوا يحاربوا في الإرهاب كما يقولون كانوا الروس والصيني يتجهون ويبنون في قوة عسكرية واقتصادية كبيرة جداً لكن تفطنوا منذ سنوات ثلاث سنوات والأربعة وأصبح موضوع الإرهاب يجي هذا كما تغيرت المناخية وكما الأوبئة إلى آخره أي أن العصابة اللي رأينا لهيه والليكلات الخبز مدة 30 سنة خاصة في العشرين سنة الأخيرة في قضية الإرهاب وأن العالم يكافح الإرهاب خلاص تفات هذه القضية رح يبقى لكم هذا الإرهاب يتعتم الرصد تجيبوه من حين لآخر أو راكم طلعتوه في فترة الأخيرة رضيتوه في تيبازا يعني باش تخوفوا شوية الشعب لكن خلاص العالم الخارجي هذا لم تأود من أولوياته لأنه حقيقة يعرف أن هذا الإرهاب في الأصل ما كانش بهذه الخطورة كان الغرب كان يريد نفخ فيه باش يستطيع أن يسيطر على دول وعلى بلدان وينهبها ويخضعها مثل العراق مثل أفغانستان باكستان الصومال وغيرها وإن كان تواجد جزء من الغرب بالإرهاب بطبيعة الحال لكن القوى الغربية الآن بعدت على هذا ولذلك أنصح للمافيا هناك خلاص هذا الموضوع التالي الإرهاب ما راكمش قادرين تزيدوا تاكلوا به الخبز على المستوى الخارجي وخلوكم من هذا الإرهابي تعتمر راست راكم ديتون تيبازا هذا المرة بصح نوعه شوية يعني الناس فهمت قاعد هذا الإرهابي تعتمر راست إذا سمحني إن شاء الله كاش نهار الوقت نجي نقرأ لكم ونعلق أيضا على مقتطفات واسعة من هذه الاستراتيجية وثيقة الأمن الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة أنا نتهمنا باش نعرفوا هذه الدولة الإمبراطورية الكبرى الأعظم هي الآن والعظيم هو الله كيف ترى العالم وكيف ستمارس لنا هم اللي يعجبك في الغرب يضعوا التفاصيل ويقول لك في سرح يدير في كثير من الأشياء عندهم الاستثناء هو اللي يبقى سري الباقي يحطوها على نام ويكتبوها على نام